بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الدالة الأسية العامة والدالة اللغارتمية العامة فما هو تعريف الدالة الأسية العامة؟ الدالة الأسية العامة زائت الأساس A أكبر من الصفر تعرف في العلاقة التالية A أس إكس يساوي إلى A أس إكس بلغارتمية A من أين جاء هذا التعريف؟ طبعاً ال-Y تساوي AXX هي الدالة الأسية العامة ولكن لو تذكرنا العلاقة اللي بتقولك EXLG أي شيء فإن E بيأكل اللغارتم فنحصل على هذا المقدار فلو استخدمت هذه العلاقة الآن أكتب AXX هذا يمكن أكتبه بالشكل EXLG AXX ولكن طبعاً هون اللغارتم بيأكل E بطلع AXX هي نفس AXX ولكن من خواص اللغارتم ال-X هذا القوة يمكن أن يأتي إلى هنا فأستطيع أن أكتبه هذا بالشكل التالي EXX بلغارتم A وبالتالي فنحصل على هذا التعريف طبعاً هنا ما دامت A خلف اللغارتم فيجب أن يكون هذا عدد موجب إذا وهذا ما هو مفروض هنا A هي أكبر من الصفر أما ال-X فهي أي عدد حقيقي من R هذا من جه الآن بالاستناد إلى أنني كتبت الدالة الأسية العامة بدلالة الدالة الأسية الطبيعية فأستطيع أن أستخدم خواص الدالة الأسية الطبيعية في إيجاد الخواص للدالة الأسية العامة فلو حسبنا على سبيل اشتقاقة هذه الدالة فإذا أردت أن أشتقها لو جينا إلى هنا AX إذا أردنا أن أشتقها فمعنى ذلك أنه أشتق EXX لغارتمل A طبعا هذا من الشكل EXJX إذا أردت أن أشتق EXJX يعني أنه مشتقه هو نفسه EXJX ضرب مشتقة الأس ضرب مشتقة الأس ما هو مشتقة الأس بلغارتمل A لكن لغارتمل A عدد الأي عدد أكبر من الصفر لغارتمل A عدد إذن ليس له علاقة بالاشتقاق يمكن أن يخراجه خارج جمس التقام ومشتقة الأس يساوي الواحد إذن هذا مشتقه ما هو إلا X بلغارتمل A بلغارتمل A إذن هذا مشتقه هذا مشتقه يساوي إلى الواحد واحد ضرب لغارتمل A لأن اللغارتم سابت يمكن أن يخراجه سابت خارج عملت الاشتقاق ببقى مشتقه الأس هو عبارة عن واحد لكن هذا حسب التعريف ما هو إلا إذن هذا ما هو إلا AUSX إذن معناته هو AUSX بلغارة مل A إذن معناته نحصل على الاشتقاق الأولى إنه مشتق دي على دي إكس AUSX هو AUSX بلغارة مل A أيضا نفس الشيء إذا حطينا بدل AUSJX أو AUSFX AUSFX إذا أردت أن أشتقه فنحن نعلم أنه يكتب هذا بالشكل التالي EUSFX بلغارة مل A إذن هذا حسب التعريف يكتب بهذا الشكل وهذا حسب قاعة السلسلة مشتقه مشتقة الخارجية هي EUSFX بلغارة مل A ضرب مشتقة الداخلية مشتقة الداخلية يعني ما هي مشتقة الFX بلغارة مل A لغارة مل A سابت ومشتقة الF هي F فتحة فنحصل على EUSFX بلغارة مل A ضرب F فتحة ضرب لغارة مل A إذن فنحصل على هذا الشيء لكن هذا ما هو إلا هذا ما هو إلا AUSFX إذن فإننا نحصل على أن مشتقة AUSFX هو نفسه بF فتحة بلغارة مل A وهذا ما هو مكتوب هنا الآن ممكن أعطي المثال التالي مثلا نحسب قيمة المشتقة التالية Y سوى 10X تربيع زائد واحد إذن هذه دالة من الشكل الشهير فمشتقة هو عبارة عن إذن ليست AUSFX وإنما AUSJX إذن معناتها مشتقة Y فتحة هو نفسه 10X تربيع زائد واحد بمشتقة الأس اللي هي X تربيع زائد واحد طبعا ضرب لغارة مل A والA هنا هي عشرة إذن وبالتالي فنحصل على المشتقة هذه ما هو إلا 2X إذن معناتها 10X تربيع زائد واحد ضرب 2X ضرب لغارة مل عشرة وهو المطلوب إذن هذه هو مشتقة بكل بساطة ننتقل إلى التكامل عملية مكاملة طبعا لو انتقلنا عدنا إلى الصفحة اللي قبلها إذن عرفتنا نشتق فمعناتها منقدر نكامل لو جينا لهون أن نكاملنا طرفي هذه العلاقة طبعا هنا التكامل بيأكل مشتق فأحصل على العلاقة الأولى اللي هي بتقول لك تكامل A و X طبعا اللغارة ممكن نخراجه خارج رمز التكامل لأنه ثابت لغارة من A بDX يساوي إلى A و X زائد ثابت إذا أردت أن أخلص من هذا الثابت بقسم الطرفين عليه فأحصل على تكامل A و X بDX يساوي إلى 1 على لغارة من A بA و X زائد ثابت وهو التكامل الأول نفس الأسلوب تماما التكامل الثاني لو كاملنا الطرفين فحصلنا طبعا هنا التكامل بيأكل المشتق فنحصل على تكاملات هذا التكامل يضاف إلى ورقة التكاملات الشهيرة يصبح عندي 14 إذا كانوا 14 يصبح 15 واحد شهير إذا أصبح لدي 15 واحد شهير إذا هذا ما تشرحه النظرية إذا عندي تكامل A و X بDX إذا هو التكامل 1 على لغارة من A بA و X زائد ثابت التكامل وإذا عندي F فتحة بA و X بF إذا هذا يضاف للطرق ولا داعي لإضافته وهذا يضاف إلى الشهيرة إذا هذا شهير الآن ممكن نأخذ إحسب قيمة تكامل 3 أس إكس بDX هذا من الشكل 3 A أس إكس بDX والA هي عبارة عن 3 إذن هذا 1 على لغارة من A بA أس إكس زائد ثابت الآن ما علي غير أن نضع مكان الأي هي 3 فنحصل على 1 على لغارة من 3 ب3 أس إكس زائد ثابت أيضا لو جينا إلى هنا الآن لا داعي على الطريقة الثانية أن هذه لا داعي لإضافة ليش حتى ما تتخبط عنها للأمور لو جينا إلى هنا هذه ليست من الشكل A أس إكس إنما هي من الشكل A أس ج إذن معنى هدول دا الاتين وبالتالي أغير الأسماء اليو أسميها إكس تربيع عنده إذن فإن الدايو هي 2 إكس بDX نقسم على 2 فنحصل على نصف الدايو يساوي إلى إكس بDX نعوض في هذا التكامل 3 أس هي عبارة عن نصف دايو والآن هذا من الشكل A أس يو بدايو إذن معنى هدول دايو أس يو هي واحد على لغارتمل A بأي أس يو زائد ثابت التكامل الآن مرجع اليو إلى سيرتها الأولى إذن معنى واحد على اثنين بلغارتمل ثلاثة بثلاثة أس إكس تربيع زائد ثابت التكامل وهذا اللي حصلنا عليه هنا إذن بكل بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا